بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين بالقاسم محمد وآله الطاهرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وشلموا تسليما وقد من بنورك لما أضاء رأت ظلمة العزم الإنجلا فمن فضل ضوءك كان الضيال قد رمقت بك غين العمى وقد من بنورك كان الضيال وقد من بنورك لما أضاء رأت ظلمة العزم الإنجلا فمن فضل ضوءك كان الضيال لقد رمقت لقد رمقت بك عين العمى وفي غير نورك لم ترمك وفي غير نورك لم ترمك وفي غير نورك لم ترمك فأضحت علي الرواس الركود وسقف السماء شيد لا في عمود وسقف السماء شيد لا في عمود ولولا كلم ضم هذا الوجود من العدم المايا حضر في عيني مطلقي ولولا كما كان خلق يعود لذات النعيم وذات الخلود ولولا كما كان خلق يعود ولولا كما كان خلق يعود لذات النعيم وذات الخلود ولا بهما ذاك طعم الوجود ولولا كما كان خلق يعود ولا شم رائحة للوجود ولا شم رائحة للوجود وجود بعدين مستنشقين مولاي يا أبا عبد الله قد حواع المدده وأبيه وحواع المصنوي وأخيه وسماء مماثل وشبيه سيد قال سيد الرسل فيه سيد قال سيد الرسل فيه أنا منه فمثل أولا 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 سيد الرسل أولا مذعلان أحمد الوجود ترشخ من إله بر الوراء سبح الله نور طاها فسبح سبح الله نور طاها فسبح ورضيعا قد اغتذا لبن الوحي بزدي الإيمان من سغر طاها مولا ومولا الكون يا سيد شباب أهل الجنة كان نورا كان نورا بالعرش يعبد شكرا قبل خلق العله آدم دهرا ولذا حيث كان أسبق طرا شاد فضلا على الخلائك طرا جل رب من أجله قد براها مولا يا مولاي خصه الله ذو العلام من لدنه بمعاني تنفي مضائر وغنه مر بغض وبغضها فعرف منه ومن كانت الأئمة منه وهم سادة بغض 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 مصلى وعليه سلم السلام عليك يا رب وعليه سلم وسل تعطى سؤلة اللهم فرد عنا بالحسين اللهم فك أسرانا بالحسين وشاف مرضانا بالحسين صاح ذره في كربلا المعلى اتخذ قبره الشريف مصلى وعليه سلم وسل تعطى سؤلة فعليه رب السماوات صلى فعليه رب السماوات صلى 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 تترى ولا تتناهى صلى 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 الله 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 وهو شهر شعبان المعظم الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو في صيامه وقيامه فأول مناسبة أطلت علينا هي مناسبة مولد سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين بن علي سلام الله عليه في ثالثه أو خامسه خصب اختلاف الروايات إلا أنهم يتفقون على أن الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام ولد في شعبان ويختلفون هل أن مولده كان في يوم الخميس أو يوم الثلاثة وأكثر المؤلخين يقولون بأنه سلام الله عليه ولد في يوم الخميس عند الفن أو بعد ثم تلت هذه الذكرى العطرة ذكرى عطرة مثلها وهي مناسبة التولد أبي الفضل العباس في مثل هذه الليلة إن صحت ذلك لأن المؤلخين يرون أنه ولد سلام الله عليه في يوم الجمعة الرابع من شعبان المعظر وبينه وبين أخته ذينب الكبرى عشر سنين صلوات الله وسلامه عليه ثم في خامسه تولد الإمام ذين العابدين صلوات الله وسلامه عليه كما أن القراءة ليلة باشر في مأتم الأحسائية ها من أحب الاثتماع الشاعة تشعر نسأل الله وإياكم التوفيق وفي الحقيقة نحن بحاجة لأن نستلهم من هذه المناسبات ما ينفعنا يعني نأخذ من كل مناسبة ما يناسب إذ ليس المراد منا مجرد الفرح والسرور والمشارك لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقط بل ينبغي أن نجعل الذكرى لنا كبسا كون نكتبس منها كل ما ينفعنا في حياتنا ما ينفعنا في حياتنا نحن بحاجة إلى السير وينفعنا في حياتنا ورفعوا ورفعوا لواء الإسلام فلنكن من المكتدين ومن المستلهمين من هذه الذكريات العطرة ما يجعلنا من السائرين على خطهم ودربهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فكل واحد منهم نموذج حي للحياة الحرة ومن هؤلاء قمر العشيرة أبو الفضل العباس الذي وقف مع سيد الشهداء في يوم الطف ومثل الإباء والشمم والترحية والجهاد في سبيل الله ولم يكن بدافع عاطفي أو رحمي بل كان الدافع ديني وعقائدي وهو القائل والله إن قطعتم يميني ويقول فيه إمامنا الصادق صلوات الله عليه وحسبها شهادة وأي شهادة انطلقت من حنجرة الإمام جعفر رحم الله عمنا أبا الفضل العباس لقد كان صلب الإيمان أو صلب الإيمان نافذ البصير وكذلك شهادة الإيمان زين العابدين في حقه وعلى أي حال فنحن في مثل هذه الليال نشترك مع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في أفراحهم لينطبق علينا قولهم رحم الله شيعتنا لقد شاركونا رحم الله شيعتنا خلقوا من فاضل أو شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا أدل يا أبا عبد الله لقد أشرقت بك الدنيا وسعدت بك الإنسانية في جميع أجيالها وعصورها أدل يا أبا عبد الله لقد خلدتك الإنسانية وإنك لمن عبرد من خلدتهم الإنسانية في جميع مراحل تأريخها أدل إنك من ألمع العظماء يا أبا عبد الله أنك من أروع من ظهر على صفحات التأريخ من العظماء والمصلحين الذين شاهموا في بناء الفكر الإنساني وتكوين الحضارة الحضارة الاجتماعية وبلورة القضايا المصيرية لجميع شعوب الأرض إنك من ألمع القادة يا أبا الأحرار ومن أكثر ومن أكثر الناس نفعا للناس بذلا وعطاءا وجهادا وترحية لقد انطلق أبي الظيم عليه الصلاة والسلام مع كوكبة من أهل بيته وأصحابه مضحيا بنفسه وبهم ليقيم في هذا الشرق حكم القرآن وعدالة الشماء الهادف إلى تقويض الظلم وتحطيم الجور وإزالة الاستبداد وإقامة حكم عادل يجد فيه الإنسان أمنه وكرامته ورخاءه حسب ما تقتضيه عدالة السماء في الأرض يا أبا عبد الله إن أغلب حياة المصلحين الذين وهبوا حياتهم لأممهم وشعوبهم تبقى مشعة ومطلة تعطي نتاجها وثمارها ولكن في فترة خاصة ومحدودة من الزمن ثم لا تلبس حتى تتلاشى كما يتلاشى الضوء في الفضاء أما حياتك يا أبا الأحرار فلقد شقت أجواء التاريخ وهي تحمل النور والهدى لجميع الناس كما تحمل شارات الموت والدمار للمخربين والظالمين لقد تفاعلت روحك يا أبا عبد الله مع أرواح الناس وامتزجت بعواطفهم ومشاعرهم وهي ندية عاطرة وهي ندية عاطرة تتدفق بالعزة والكرامة وتدفع المجتمع إلى شاحات النضال والجهاد لتحقيق أهدافه وتقرير مصيره ومن أجل هذا خلدت هذه الحياة وستخلد نقيم هذه الذكرى العاطرة ويقيمنا ويقيمها غيرنا في أكثر مناطق في المناطق الإسلامية لأن الحسين ليس وقفا على ديعته الحسين يمثل الهباء والشمن والعزة والكرامة بكل مكان وزمان ولكل إنسان حر أجل إنه ابن الهادي الرسول محمد إنه ابن علي وروح أبيه بين جنباي إنه ابن سيدة النساء خاطمة بنت محمد ألا طاب هذا الغرش الذي امتد على هامة الزمن وعياً وإشراقاً وهو يضيء للناس حياتهم الفكرية والإكماعية والسياسية إنه الغرش الطيب من فاطمة الزهراء التي تجمع من فرقة وتهدي من ظلال إنها خاطمة التي تحمل قبساً من روح أبيها العظيم وفيضاً من نوره وأشعة من هديه فكانت مولدة حنايته واهتمامه وقد أحاطها صلى الله عليه وآله بهالة من الإكبار والتقدير ففرض ولاءها على المسلمين ليكون ذلك جزءاً من عقيدتهم ودينهم وقد أذاع فضلها وعظيم مكانتها في الإسلام لتكون خدوة لنساء أمته وقد أشاد بفضلها وقيمها ومثلها في منتدياته العامة والخاصة وعلى منبره ليحفظه المسلمون فقال فيما أجمع عليه رواة الإسلام إن الله يغضب لغضبك ويغضب لغضبك إنما خاطمة بوعة مني ينصبني ما أمصبها ويؤذيني ما يؤذيها خاطمة سيدة نساء العالمين لاحظ مصند أحمد إبن الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي تحدثت والأخبار والروايات التي تحدثت عن معالم شخصية الزهراء وأنها قدوة الإسلام والمثل الأعلى لنساء هذه الأمة في حسن السلوك والعفة وإنجاب أجيال مهزبة فما أعظم بركتها وأكثر عائدتها على الإسلام ويكفي في عظمتها أن الدولة الفاطمية العظيمة سميت باسم أو على اسمها كما أن الجامع الأزهر الشريف اشتق من اسمها ويكفي في عظمة ويكفي في عظمة الدولة الفاطمية أن تبركت باسم الزهراء بنت محمد وعلى أي حال فقد استشف الرسول من وراء الغيب بأن بلغته فاطمة عليها السلام ستتفرع منها الذرية الطيبة ولاة الحق في الأرض ودعاته وخلفاء الرسول صلى الله عليه وآله والذين يتحملون أعباء الرسالة بعده ويعانون كل ضيق وجهد في سبيل الإصلاح الاجتماعي لذلك أولاهم صلى الله عليه وآله عنايته ورعايته أجل إنه ثمرة علي وعد الحق العدالة الاجتماعية الكبرى في الأرض ومن كان من الرسول بمنزلة هارون من موسى وأول من آمن بالله وصدق برسوله وقاوى القائل الأعلى في مركز القيادة الإسلامية العليا تحمل أعباء الجهاد المقدس منذ فجر الدعوة الإسلامية فخاض الأهوال والتحمل كحاما رهيبا مع طوى الشرك والزندق والإلحاد حتى قام هذا الدين وهو عبل الذراع مفتول الشاعر بجهده وجهوده إنه أبو الأئمة الميامين الذين فجروا النور والحكمة في الأرض وأفرع الدوحة الرسالة وأفرع الدوحة الرسالة وشجرة الإمامة الذرية الطيبة التي تشكل الامتداد الرسال لمحمد صلى الله عليه وآله فكان الوليد الأول أبا محمد الزكي وقد امتلأت نفس النبي صلى الله عليه وآله به سرورا وأنسا فكان يتعاهده ويفيض عليه من مكرمات نفسه التي طبق شذاها العالم الإسلامي بأسره ولم تمضي إلا أيام يسيرة حددها بعض المؤرخين بإثنين وخمسين يوما حتى علقت سيدة النساء بحمل جديد وهو الحسين بن عدل هذا الذي كان الرسول صلى الله عليه وآله يتركبه والمسلمون بفعل الصبر عسى الله أن يشفع ذلك الكوكب بكوكب آخر فيضيئ في سماء الأمة الإسلامية ويكون امتدادا لرسالة محمد ورأت أم الفضل ومن هي أم الفضل؟ هي لباب الكبرى زوج العباس بن عبد المطلب وهي أول امرأة أسلمت في مكة بعد خديجة بنت خويل وكانت أثيرة عند النبي صلى الله عليه وآله وكان يقيل في بيتها وقد ولدت للعباس بن عبد المطلب الفضل وعبد الله وعبيد الله وقتم وعبد الرحمن وهم حبيد فذولي أولاد العباس بن عبد المطلب رأت رؤيا منكرة كريبة لم تهتني تفسيرها هرعت إلى النبي محمد قالت يا رسول الله رأيت رؤيا منكرة كأن قطعة من جسدك قطعت وضعت في حجر النبي أزاح مخاوفها النبي أزاح مخاوفها بشرها بخيرا رأيت ليش متأثرة ليش ترد فاطمة ظلاما يكون في حجرك فكان الأمر كما كان وضعت سيدة النساء فاطمة عليها الصلاة والسلام هذا الوليد المبارك الذي لم تر سيدة من بنات حوى مثله لا في عصر النبوة ولا فيما بعده فلم يكن أنور ولا أظهر ولا أقدس ولا أفضل ولا أنبل من الحسين بن علي صلى الله عليه وسلم فلقد سعدت به الإنسانية في جميع أدوارها وأشرقت الدنيا بمولده صلى الله عليه وعمل المسلمون إلى إحياء هذه الذكرة فوزارة الأوقاف المصرية تقيم احتفالا في المسجد الحسيني قديما الآن ما أجل تقيم احتفالا بهذه الذكرة في المسجد الحسيني اعتزازا وابتخارا بالحسين كما تقام هذه الذكرة الاحتفالات بهذه الذكرة في أكثر مناطق العالم الإسلامي اعتزازا بصاحب هذه الذكرة وابتخارا به وليس العالم السفلي فقط يعتز ويفتخر بالحسين بل العالم العلوي فدردائيل وجبرائيل وميكائيل وإسرافيل وفطرس يفتخرون بالحسين ولعيا تعتز وتفتخر بأنها كانت قابلة لفاطمة بالحسين فسلام عليك يا أبا عبد الله لمهدك آيات ظهرن لفطرس وآية عيسى أن تكلم في المهدي فإن ساد في أم فأنت ابن فاطم وإن ساد في مهد فأنت أبو المهدي وإن ساد في مهد فأنت أبو المهد وأحنا تعرضنا أيضا إلى ذكره بالفضل العباس عليه أفضل الصلاة والسلام تبركا وتيمنا ولكن الإمام الحسين بن علي إليه تتطلع النفوس هذا ما بإشكال وذكراك تغطي جميع الذكريات وما زلنا في شوق وأمس لاستماع كيف يتولد هذا العظيم فلما وقعت فاطمة في طلقها بالحسين أوحى الله عز وجل إلى لعيا وهي أفضل وعنب الحورية خلقت في الجنان وكان أهل الجنان إذا نظروا إلى شيء إذا أرادوا أن ينظروا إلى شيء حسن نظروا إلى لعيا وللعيا سبعون ألف قصر وسبعون ألف مقصورة وسبعون ألف غرفة مكللة بالمرجان والياقود وقصر لعيا أعلى من تلك القصور وإذا أشرفت على الجنان أضاءت الجنان بنور خديها وضوء جبينها صلى الله عليه وسلم فأوحى الله عز وجل إليها أن اهبطي إلى العرض لتقبل ابنة حبيبي محمد الله حبيبي محمد الله حبيبي محمد وهبطت لعيا في زجل من النور كما يقولون على فاطمة بنت محمد فقالت مرحبا بك يا ابنة محمد ولحق فاطمة الحياء من لعيا أماذا تفرش لها فهبطت حورا ومعها درنوكم من درانيك الجنة فبسطته في منزل فاطمة بيت الوحي وجلست لعيا تنتظر الأمر وترتقب شروق النور وانبثاقه حتى قرى القرب الفجر ودنا وانشق النور وولد النور سلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات رفع عليهم لعبي طالب صلوات رفع عليهم لعبي طالب صلوات رفع عليهم لعبي صلوات يا صفوة النور محمد صلوات أمتد زراجة قدسية في هيكل من جوهري وسلالة نبوية قد أمزلت من جنة المعوى وماء الكوسي من أهل بيت من أهل بيت مذهب الله الغماء والرس عنهم أطهر عن أطهرين من أهل بيت أذهب الله الغماء والرس عنهم أطهر عن أطهر المصطفى الهادي مدينة علمه والباب إذ يؤتى لهم لها من حيدري مشكاته الزهرى والباب إذ يؤتى لها من حيدري مشكاته الزهرى ومصباح الهدى الحسنان من ذاك به ومطحري وعليه السجاد أنجب باقرا للعلم أنجب صادقا في جعفري ولكاظم الغيظى الرضا وجواده ينمى له الهادي بأطيب أنصري واختامه مهدي آل محمد ينمسك يفوح به نجار العزكري والسلام عليك سور الله محمد وعلي محمد